سريعة من ضيوفنا عن مباريات اليوم محمد العنزي سالخير أبو بدر مستعليكوا على متابعين البرنامج في كل مكان على الزمنة العزة للأمانة من حيث المستوى كل المباريات أعتقد مستوى متوسط النتيجة هي الأهم النصر حقق أهم وهي النقاط الثلاثة الاتحاد حقق النقاط الثلاثة تحدثنا كثيرا عن الأرقام لو شفنا إحصائية فقط لمباراة الاتحاد والفتح الأرقام لا تعكسنا واقع ونتيجة المباراة فبالتالي دائما نقول أن الأرقام اللي ينحزون لها الكثير هي مجرد أرقام ممكن معيار واحد تقيس عليه ولكن أن يتم تصويرها بشكل كامل أعتقد أن واقع أو نتيجة المباراة تقول عكس الأرقام تماما النصر اليوم أمام أبها كان أنا أعتقد أن المباراة هذه يمكن الأحسن للنصر مقارنة بآخر ثلاث مباريات مستوى يتحسن شيئا فشيئا وهذا الكلام اللي احنا تحدثت عنه سابقا أنه النصر الفوز يجيب الفوز المباريات استمرارية المباريات عودة المصابين والاستمرار يتحسن الفريق لكن تحدثت الحلقة الماضية واللي قبلها أنه النصر يحتاج إلى مهاجم صريح أبو بكر لاعب يخدم المجموعة أي نعم ولكنه ليس المهاجم التقليدي ما عندك حل إلا في الفترة الشتوية معناته من الآن حتى يناير ستكمل بنفس العماس ولا في عندك خيار لا نشوف أبو بكر أنا مؤمن أنه لاعب كبير ولكن للأمانة يعيش حالة أنا لم أجد لها أي تفسير المناخ المناسب متوفر لها البيئة متوفرة لها اللاعب يعاني من شيء أنا لا أعرف يعني فيه كورة اليوم تعكس واقع حال اللاعب يعني كورة الوحدة فرط فيها لا مضايقة من مدافع ولا شيء هناك شروط ذهني أعتقد أن الضغط النفسي الذي يعانيه أو مطالبة الجمهور أنه التسجيل وأنه يشعر أنه لا زال خارج هذه المنظومة ومنظومة الأهداف أعتقد أنها تشكل ضغط كبير على أبو بكر وهذا يأتي دور الجهاز الفني والإداري في تهيئة اللاعب نفسيا ولكن أيضا أبو بدر هناك محمد مران أنت كمدرب أنا أعرف رأيه الصريح في محمد مران يرى أنه مستقبل للمهجوم السعودي هذا رأي المدرب طيب أمنح الفرصة كافية لا تمنحه بعض الدقائق أمنحه فرصة كافية لا سيما أن أبو بكر بعيد عن مستوى خلينا نبدأ الحلقة ترجمة نانسي قنقر